بخطة ثابتة لبواسل مملكة البحرين في الأجهزة العسكرية والأمنية سطر بواسل الشجعان بالتعاون مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجازات من خلال مشاركتها في التمارين والمناورات التدريبية والتعبوية المشتركة بهدف توحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات البحرية والبرية والجوية المشتركة لحفظ أمن الخليج العربي وشعبه منذ مناورة الفاتح أول مناورة عسكرية خليجية بين القوات البحرينية والسعودية عام 1975 وحتى يومنا هذا والتعاون العسكري والأمني الخليجي يرتقي بأواصره ويتنوع بمجالاته ويتوحد بخطته ورؤاه إلى أن وصل التعاون العسكري اليوم إلى أعلى مستوياته وخلال عام 2016 كان لبواسل البحرين العديد من المشاركات العسكرية والأمنية مع أشقائهم من الدول الخليجية والإسلامية فكانت البحرين من أوائل الدول التي أعلنت انضمامها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حيث شاركت القوات البحرينية برا وبحرا وجوا بأداء ومهنية عالية يشهد عليها القاصي والدهني وذلك بدءا بعاصفة الحزم وحتى إعادة الأمل وذلك استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وشهد عام 2016 مشاركة سلاح الجو الملكي البحريني في التمرين الخليجي المشترك سجر الجزيرة مقاتلات 2016 والذي جرى في الإمارات وقد أدى سلاح الجو الملكي البحريني دوره بكفاءة وإتقان في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات القتالية للقوات الجوية المشاركة من دول مجلس التعاون وسقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك وعلى شواطئ مملكتنا وتحديدا في قاعدة سلمان البحرية رست سفن القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجية للمشاركة في التمرين البحري المشترك اتحاد 18 والذي يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات البحرية المشتركة بشكل عام لمواجهة أي تحديات تواجه دول مجلس التعاون كما عقدت قواتنا البحرية تمرين ثنائيا مشتركا تحت اسم جسر 17 بمشاركة الأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد هذا التمرين ثمرة للتعاون العسكري الثنائي البناء القائم بين البلدين الشقيقين باعتباره خطوة كبيرة للارتقاء بالجاهزية القتالية للأسلحة البحرية وفي مدينة الملك خالد العسكرية شمال المملكة العربية السعودية الشقيقة شارك بواسل البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة في المناورات العسكرية السعودية الأكبر في تاريخ المنطقة راعد الشمال بمشاركة عشرين دولة عربية وإسلامية وصديقة لحماية الشعب الخليجي والعربي والإسلامي من أخطار الإرهاب وفي ظل ما يهدد المنطقة والعالم من أخطار الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن أقيم التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد والذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وجاء هذا التمرين ليعطي رسالة واضحة للجميع بأن دول المجلس يجمعها خليج واحد ووطن واحد ومصير واحد وأنهم يقفون جميعا صفا واحدا ضد أي تهديد يمس دول المجلس وشملت التدريبات تنفيذ عدة فرضيات شارك فيها قطاعات من وزارات الداخلية بدول المجلس بتشكيلات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين